ترجع أهمية الإحصاء إلى دوره الكبير في عملية التخطيط التنموي ولعل أهم مخرجات الإحصاء هو التعداد السكاني العام لما له من أهمية كبيرة للدول إلى التفاصيل يلعب التعداد السكاني دورا مهما في العملية التخطيطية لارتباطه بأغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم عليها فمن خلالها يمكن تحديد الهرم العمري للسكان بدقة وبناء عليها يمكن للمخطط أن يحدد احتياجات مختلفة من الخدمات العامة تعداد السكاني على وجه العموم هو عبارة عن إحصاء لعدد الموجودين من السكان والبشر في الدولة ولهذا جميع دول العالم يجب أن يكون لديها تعداد سكاني يحصي فيه عدة أمور البعض يعتقده هو بس رقم لا الموضوع ليس رقم بس هو رقم هو تصنيف نحن نسميه تصنيف إداري للأنماط الموجودة من البشر في داخل أي دولة التعداد السكاني يتجاوز مفهوم الرقم وعدد معين نقولك والله تعداد الموجودين في دولة من الدول أربعة وستمائة ألف أربعة ملايين وستمائة ألف هذا رقم ولكن هناك تفاصيل لكثير من نسميه المكونات ولهذا التعداد السكاني يجتمل على العدد الإجمالي وجميع المكونات السكانية بيانات تعداد السكان بمثابة أساس متين لتخطيط توزيع الخدمات العامة مثل بناء المدارس والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وتطوير البنية التحتية وتخطيط خدمات الطرق نأخذ مثال بسيط إذا أنا بثلا أشتغل على المدن السكانية وأنا بنسوي مدينة سكانية هذه المدينة السكانية تحتاج إلى العديد من المكونات تحتاج تعرف الطاقة ما تحتاج؟ ما يتحتاج؟ ما تحتاج؟ المجاري؟ ما تحتاج من مرافق؟ ما تحتاج من وسائل نقل؟ وسائل راحة؟ طرق وما إلى ذلك إنسان هذا كله محكم في شنو في الأعداد السكانية التي سوف تقوم في السكن في هذه المدينة للتعداد السكاني أهمية كبيرة من غير الممكن الاستغناء عنه لكونه يقدم معلومات دقيقة عن التوزيع الجغرافي للسكان وعلى أساسه يتم وضع الخطط المستقبلية حصة القناعي تلفزيون دولة الكويت